كابافام الكلماليك كابافام الكلماليك كابافام الكلماليك كابافام الكلماليك كابافام الكلماليك ماذا ايقال كابافام يمشي وما فماش ديجا سعب سليم يعرف الكام تلحو ممتعنا. مبه او بش يجاوك سعب سليم. زيد وضح اه نهج محمد علي وين بالضبط? اه في حمامات. اه التنيسيانة وين شارع التحرير وانتي يطلع. به في شارع التحرير وانتي يطلع. اول حاجة يباو يزيبني نعرف الكام بالضبط ولكن اه فضل برحبا بحدنا في البلدية في كل وقت نزيد ونشوفوه فضل مرحبا بيك. اثنين ما فماش واحد مشي له مرة ولا اثنين وما نجموش نمشي له الثبث مرة مشي له حتى ربعين مرة. يا سعب سيم انا خاضرات الحومة مرتين مرتين غرجو حمثاني مرة ولده قال له العون قالوا بابا حيشتو بيك. بابا حيشتو بيك. بعد ليه فيير يحكي في الحومة اللي هو ما عندكم متعمروني. فوق القانون ما فماش فيير تيرا فوق القانون. ما ندخلوش في التفاية دي. الانسان الحرش يقول. لا لا ما لا 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 انا معناتها اذا يقول اعطينا وعملنا وكذا فما حت حد فوق القانون. تفضل مرحبا بيك. اه اكيد باش نشوء مرحبا بيه. مرحبا بيه. غدوة التسعة متعة الصباح مرحبا بيه. ريم. فمديك. وي. غدوة التسعة متعة الصباح تمشي لسي عبد السلام في البلدية. وما تفوتش يا تسعة. تسعة ونوص ما تلقنيش. التسعة غير درجة تكون بقضية. عن مثال تهي اغر. واضح. غدوة تسعة غير درجة تكون في البلدية. ان شاء الله ان شاء الله. ولكن زادة هي اقال تبعنا احنا منسيين ولكن مش نقوله نفس الشي اللي قلناها الاخ دي جاة ويكا لاشغال قاعدة تنجز في حي محمدالي وقاعدين المقاول يفتح في الطرقات وقاعدين نخدم. انا رحنا وانتي بيضي قلت الشي ريه. فالنهجة اللي ورانا. شوف شوف شوف. والنهجة اللي وراكم مش نهجكم. يا عالم شنية مش هيكل نهجكم. المخصص تتبدل على خاطر سلين يا ياسي عبد السلام. وانا عايشين في الحومة عنا. فما مخصص يا سي عبد السلام اللي كان انتي في البلدية اللي هو بش يتعدى التاريخ غاديكا من عام اثنين واثمانين يا سي عبد السلام وهم يأجلوا فيه. على كل حال انا والله العظيم ثورانك اتكلم فيها. الكابة الضبط مش مستحضروا مليح لكن ايجى بحضانة وتون شوفوه وشوف شنية الاشكالية. ان شونا. خاطر مشاكل اكتناف ومشاكل الطرقات اللي مش الناس عاملة فيها السيسيون البلدية والناس انا تباهي الكل اهل الكل نتائج البناء الفوضوي فهمني. دونك تلقى الاشكاليات هذو ما موجودين بكثرة سوى لو في حي محمد علي ولا في غير حي محمد علي. فنبني. الفلايس انت الطريق موجودة امها وارحة. ثم حتى هتباني في رصد لسط طريق يا سي عبد السلام. مرحبا بيك ونشوفو الحالة دي نشوفوها عادي قرب. مرحبا بيك. مرحبا بيك. عايشك يا سي عبد السلام. عايش. عايش. حتى انت تجي تشوف حومتنا. حتى انت ما بيك تعملنا زيارة. انا انا كيف نقول لك الاشغال تويكا حتى الريجارة اللي كيف خدمة طريق وعليه تبرشة وبيش تضرب لك رعب وصينا المقاول باش يركحها شوي. ما انا نحكي لك انا تو ثلاثة عاملتي لي غادي. في حومتكم ونعرف شفا ما قاعد يصير غاديكا ولكن الكامتاك تفضل بحدنا نشوفوها عنا قريب وشوفو شنية الاشكال وفهم حتى مشكل. مرحبا بيك. غدوة غدوة تكون التسعة متعة صباح في آآ في البلدية ويستقبلك سي عبد السلام وموضوع للمتابعة باآ باطباعة. شكرا لك آآ ريب. نكملوا معاك لحديث آآ سي عبد السلام في انتظار انه نكلمونا آآ لخيان على اثنين وسبعين ميتين وتسعة وسبعين ميت وسبعين اليوم نحكيه على عمل بلدية الحمامات آآ احنا نحكيه على اللونوجة وعلكياسات بعد التعبيد نحكيه زادها على الفضلات تي ما فهمة مشاكل متعة ميصبات. ما ادركها من الفضلات سيكون كنت نحكيه على نظفة المدن. مي أكيد نحكيه على الميصبات. والله شوف البلدية تو في السنوات الاخيرة نقوله ثلاثة سنوات لاخرة. حتى الديسبوزيتيف ممتاز وانا هنا مناسبة باش نشكر وزارة السياحة ونشكر وزارة الشؤون المحلية عالدعم اللي قناه خاصة معناتها في السنة الفارطة واللي قاعدين مش نلقاوه زادها في السنة هذية من تخصيص اعتمادات من آليات فهمني الحق كبيرة برشا اليوم معنا ثلاثة مقاولات في رفع الفضلات اليوم معنا مقاولات في الكنس اليوم معنا مقاولات في العناية بالمناطق الخضراء واليوم معنا اول تجربة ما تسمى بتعاون بين البلديات حسن ما تفيدني بيه الوخيان اللي هي تجربة اللولة بين بلدية الحمامات وبلدية بوفيشة واللي هي كنس والعناية بالمناطق الخضراء منطقة يسمي الحمامات لاني جات المنطقة دي جات جزء منها تابع البلدية بوفيشة وجزء منها تابع البلدية الحمامات وباش نوحده التدخل فهمني قمنا بالاتفاقية هذية وكانت تجربة جديدة وما فيهاش باش نتابعوها لذلك كان لازم علينا شيء من البحث في الموضوع هذا والحمد لله اليوم عنا مقاول كنس وخلنا بلدية بوفيشة هي الشاف دفيل ومقاول في رفع في المناطق الخضراء وبلدية الحمامات هي الشاف دفيل والاعتمادات خاصتها وزارة السياحة مشكورة لمدة الآلية هذه المدة سنتين دونك بيحاول الله الاشكاليات اللي مطرحوا في المحطة ومشاء الله دوني نافون معاش مش نسمعوا بها اثنين عنا مقاولة العناية بالمناطق الخضراء بالنسبة لحمامات نور وآلية زادة في الكنس بالنسبة لحمامات نور نتصور الكنس اتغطى معنا اتغطات بالكنس المطقة الكل وكذلك اتغطات المناطق الخضراء منظومة رفع الفضلات قاعدها تخدم الاشكاليات العرضية امتع او تكسرت معدات هذه سونوتر بانكو تيديا ما هو شي جديد ولكن بيحاول الله احنا محاضرين اروحنا للخاصة معنات الفصل الصيف ونبدأون ان نستعد الفصل الصيف من ميزانية السنة الاقبل احويجة بارك امت المنظومة معنات تولي فيها مشاكل وقتل يغلق المصب لسبب او لاخر وقتل يغلق المصب الفضلات في ابني وايل حقيقة تولي معناتها كارثة بكل المقاييس لانو ما نلقاوش وين نصب الفضلات ما نجموش نهلم الفضلات واحنا في حمامات ما نجموش نقعد ونص نهار الفضلات في ال لكن فما استيباقية لازم تكون معانتكم انتم مزيد والله برجو خيان يقول لك شو بيكم معانتكم شو بلون بي بون البلون ا هو تابع اللانجات الوكالة التصرف في النفايات هو المصبات ما هيش تابع البلدية هي تابع الوكالة التصرف في النفايات الوكالة هي اللي حاطة المصب وساعات تصير اشكالياتها اللي قاعدين نتناقشوا مع الوكالة وقاعدين نحب ونحلهم سوى يتعلق بعدد الرحلات اذا كان انت البروديكسيو متاعك يوميا خاصة في فصل الصيف 200 ترناتا والكيسون يهز 10 ترانت واذا كان ما نعملوا مثلا كان 12 رحلة ولا حتى 14 رحلة معنا مش نهزوا 110-140 ترناتا ولا مش نهزوا 120 ترناتا ومش نخليوا 60 ترناتا في اللي كيسون متاحهم كي نمشي ونلقاوا الكيسونات ملياية او الامر يتعلق باضرابات ومعناها طلبات اجتماعية الى غير ذلك وقتلي يبدأ فما مشكل في المصب من نوع هذا حقيقة عننا مشكل كبير وين مش نهزوا الفضلات متاعنا وانا في الصيف ولا حتى فشتا حمامات متجمش تقعد نصف نهار مش نهار الفضلات مش مرفوعة البلوم بي احنا قلنا اللوجه على مصب وقتي قلنا اللوجه على مصب وقتي عقل شي وقتلي تسكر اللي مصب المدة تنهار ولا نصف نهار ولا نهارين تلقاوا البلوم بي نصب وك الفضلات تذيك ومبعد نعاود واللي ما في الحمامات انا نقول لك طو عنا مدة ندور ومصالح نضاف الدور وحنا ندور ومبعاظنا صعيب ياسر في الحمامات باش تلقى مصب تصب فيه على خاطر احنا دي ما اكاتسون مترا عندك فيه عندك دار عندك وانت مش تصب يقول لك اخويا مش تخنقني اخويا مش تعملي حتى في المناطق الفلاحية حتى في المناطق ريفيه دونك موجس سهل الموضوع دا از من دعمه المنظومة متاع وكل التصرف في النفايات باش تكون اجور وتكون ما غير مشاكل هدا يأحسن حل حسب رأي انت حكيت على فصل الصيف ونعرفوا اللي حمامات يجيوها الزوار متاحها سواء كانوا توانسة او من الاجانب وكي نحكيو على زوار رضوما ونحكيو زادة على توانسة اللي يجيو يعديو الصيفية في حمامات دونك لهنا باش تصير اكتظاذ كبير باش تصير ازدحام كبير تتخلق حمامات في الصيف من ناحية الكرهب من ناحية الناس اللي موجودة من ناحية اختناق مروري كبير اللي تلقى يحط في كرهبته في اي بلاسة لهنا هل جاء الوقت انه يكون فما باركينج في حمامات والله الموضوع هذي مخلاش من ذهن حتى نيابة خصوصية شدت وانا قلت بخصوصية خطران اخلطت على نيابة خصوصية في بلدية الحمامات وحتى المجتمع المدني الناس كنت تطرح في الموضوع هذي دونك مطروح لحقيقة فما الافكار الافكار لكن يلزمها الامكانيات المادية باش تتحقق فهمتوا له ويلزمها قرارات جريئة على ارض الواقح فما افكار ونحب نقول افكار باش منخليش الناس تقول هون مش توجهز البلدية على الارض الفلانية ولا الارض الفلانية فما فكرة انه المرشي تعمل الافكار قلت باش الاخوة المستمعين ما يفهمونيش بالغالط مازالت هي افكار فهمني فما زادها في نزل ياسمينة يمكن في الارض اللي تابعة لافتي بوتاتر فما افكار اني فكرة اني غادي كيتخلق باركينغ ايتاش باش ناس كيتبدأ داخلت ما تحطك رهبها غادي وبيوتاتر تكون الزونة اللي هي مناها قدام البلدية والناس كل تعرفها تحوز فيها تكون زون بيتون بوتاترة على كل حال هذه تطلب امكانيات خاصة انه اللي احنا قادمين اه بار مشاريع القرب بالنسبة لسنة 2018 على مشاريعها كبيرة اللي هو مستودع بلدي بمليار وتسعمية في جزء اول لانه البروجيه تكلف تقريب في حدود اربعة مليارات ونص مستودع البلدي اربعة مليارات ونص واحنا خاصصنا له مليار وتسعمية في ام بروغرام فونكسونيل كما تشوفوا ما نزل ياسمينة قاعدين نحطوا فيه محدات متاع البلدية وذي المنظر مليق شبيرة المستودع اللي اه اه تشوفوا فيه معناه تريق دابل الحمامات شارع سدر شارع ابو ظبي اه صغير وما يستجيبش دونك وقيت حان وكارنا فكرنا بكري مش اليوم كارنا عنا عشرين سنة اللي فكرنا في مستودع بلدي معناه ته يلم محدات البلدية اه دونك السنة والحمد لله ودوسيا دابل في الدوفر حاضر لانه الدوسيا ذا قاعدين نخدم فيها عنا ثلاث سنين باش تنجز مشروع من نوع ذا يزم ابل معناتها حتى المكتب الدراسات اللي تعاينوا اه بعد معناها اجراءات طويلة عنا مشروع اخر ما خصصنا له شاصنا الاعتمادات ونتبناه انه يقع تخصيص الاعتمادات ليه اللي هو سوق اسبوعي واللي يتكلف فيه حدود اربع مليارات مزلنا الدراسة حاضرة دوسيا دابل دوفر حاضر ان شاء الله يا ربي معناتها اه الممكانيات تبدأ موجودة باشي ايران نور فما بالك عليش بتعليهم فما بالك بقام باركينج اه اخر مساج جانا اه من عند مواطن يصل على يقالك حتى تروتوار اخذوها اللقهاوي اه علش ما تعملوش حاملات دورية بالنسبة للكراسي بالنسبة للتندات بالنسبة لل كلام صحيح كلام صحيح فمدي احنا فامني احنا نجدوه من هنا وشي يرجع من هنا معناتها مشنو الحل معناتها الردع الردع فما يش حل اخر غير الردع وقتلي يلزم باش نسكروا كل محلة ذات قرار غلق فيه ولنعملو قارر فيه قرار غلق فامني تبقينا احنا كنا نحكيه على قرارات الهدم راه مشاغل البلدية برشا. والعمال برشا. وما تجمش تكون في كل الاتجاهات في نفس الوقت. خاصة انه سيلو مقام در الانتصاب او البناء الفوضى والكل يتم عن طريق الشرطة البلدية وعوان الشرطة البلدية مشكورين على الدور اللي قموا به. ولكن اذا الكل يلزم وقت. واحنا لكل حال اه مش نبداه واحنا تويكه الساك بالمشارب الشاطئية. فما تلاثة واربعين اه عنا مشربة مخالفة. فما اربعة اللي ان شاء الله مش ننفذوا عليهم خلال الايامات الجاة. والانتصاب زادة كيف كيف مش ننطلقوا في عملية الانتصاب باش نرجعوا معناها التروتوار للمالي. هل فما مشكلة اه سؤال اخيرة فما مشكلة في في الامكانية متعكم البشرية. هل حال الوقت للانتدابات في البلديات ومنهم بلديات الحمامات? والله اه عنا نقص كبير. عنا نقص كبير خاصة في في سرفيس تكنيك. نقصين احوان. عنا ناس معناها خرجت في التقاعد وناس الله يرحمهم انت رحمها لهم اخونا نذير واخونا الله يرحم. الله يرحمهم ينعمهم. نقصين معناتها مهندزيين نقصين اه. حكيتوا مع الولية. والله احنا بعثنا حاجياتنا خلال ذا نساء تخدموا بالميزانية. خلال الميزانية ميزانية الفين وسبعتاش حتينا شنو ما حاجياتنا في الميزانية. تبقينا ذا يطلب اجراء مناظرة كسوسوعة من مصالح الولاية او مصالح الوزارة. باش اه خاطر البلدية بتجمش تعمل هي المناظرات هذية. احنا المناظرات تقف على حد العمال. احنا عنا تو حاليا انتدابات على مستوى العمال. وديما الانتدابات يزب ما تكون مدروسة وفي حدود الامكانيات المتوفرة. حتى كان ذا الحاجتي بعشرين. وانا اعتماداتي ما كان خمستاش ناخو كان خمستاش. دونك اه ناكلوه ونقيس. واضح. شكرا لك سعب سلام مسال. باركا لو فيك. يا عيشك. مرحبا. كاتب عن بلدية الحمامات في انه انتظار انه نعملو اميسيون اخرى تكون كاملة بتباعة على بلدية الحمامات يكون بتباعة بحضانة اه معتمد الحمامات والرئيس النيابة الخصوصية. هكا وصلنا نهاية حكاية الناس بالنسبة لليوم الحمام سلم برشا على معتز كان معي في الخراج وسامة المثلوثي في التصوير. اه دا لندا كانت في التنصيق وسامة من قدام الميكرو نتقابل غدوة في حكاية جديدة من احكاية الناس منذ ساعتين حتى الاربع كل عادة عثين وسبعين ميتين وتسا وسبعين ميه وسبعين اتنج متبعة والاختراحات الموضية تحبوا تسمعوا معنا على الباش فيسبوك امتانا راديو كابافين مقعد برانشي على راديو كابافين في لامين نسكل كابافين الكيل ماليك